أنا أسأل وجدانكم وأطلب إنصافكم إذا كنتم تعلمون هذه المعلومات وهذه حسنات بالنسبة لسيئاتهم التي أعرفها وكل ذلك بالوثائق والحقائق وبالأدلة والدقائق هل تثقون بهؤلاء المراجع؟ حكموا عقولكم أنا ما حدثتكم عن كل شيء أساسا ما قرأت القصائد بشكل كامل ولا شرحت ما ذكروا فيها وإنما أخذت أمثلة منها وبنحو سريع قصيدة الجواهر فيها الكثير من المضامين التي بحاجة إلى شرح وتفصيل هو يتحدث عن حقائق وعن وقائع موجودة على الأرض سنة 1929 هذه القصيدة نشرت قصيدة أبو شبع في بداية الستينات قصيدة الوائلي نظمها سنة 1966 أو ستة وستين وبعدها نظم قصيدة يابو شمعة هذه الوثائق وهذه الحقائق لا يستطيعون في أجواء المرجعية أن يكذبوها ومن هنا يمنعونكم أن تتابعوا برامجي لأنني أحدثكم بالصدق المصحوب بالأدلة والبراهين والحجج وبالوثائق والدقائق والحقائق لا بد أن تعرفوا من أن مرجعية محسن الحكيم هي أفضل بكثير من مرجعية الخوئي وأفضل بكثير من مرجعية محمد باقر الصدر ولو كانت مرجعية محمد باقر الصدر محدودة وفي الأجواء الإسلامية السياسية أما أسوأ المرجعيات فهي مرجعية السيستاني السيستاني كشخص لا يعد بخيط في جورب الخوئي ولا يعد بخيط في عباءة الحكيم مرجعية الحكيم مع سوئها هي أفضل تريليونات المرات من مرجعية الخوئي ومرجعية الخوئي مع سوئها وقبحها وهي أكثر سوءا وقبحا من مرجعية محسن الحكيم هي أفضل بكثير وكثير وكثير من هذه المرجعية من هذه المرجعية الفاسدة القذرة أتحدث عن المرجعية السيستانية وسأعرض لكم الحقائق أمام أعينكم ولن يستطيعوا أن يكذبوها سأعرض الحقائق لأنني وعدتكم أن أحدثكم عن محسن الحكيم عن الخوئي عن محمد باقر الصدر وعن السيستاني هؤلاء هم أكبر المراجع الذين عاصرناهم فتعالوا كي نطلع على جانب من حقيقتهم وبعد ذلك أنتم أحكموا بأنفسكم هل تثقون بهؤلاء هل هؤلاء يمثلون محمدا وآل محمد هل هؤلاء هم حراس الدين ونحن نطمئن وننام رغدا لأن المرجعية في النجف هذه الأكذوبة الكبيرة التي كذبت علينا هؤلاء تغوطوا في ديننا بالضبط مثلما تفضل وفاضت شفاهه الكريمة المرجع الشرازي الكربلائي المستقبلي حسين الشرازي ابن صادق الشرازي هذه الكلمة الذهبية التي تفضل بها على الشيعة احنا رجال الدين زربنا بالدين هي هذه الحقيقة قالوا فعل علماؤنا قالوا فعل اذهب بكم الى جهة اخرى الى مهد الحكيم ابنه ابن محسن الحكيم يتآمر على ابيه ويضحكون على محسن الحكيم في واقعة الكذبة البيضاء كما يسميها طالب الرفاعي رجاء اعرضوا لنا الفيديو المجتمل على هذه الكذبة والمسخرة والمضحكة الحكيمية الدعوتية حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الاخوان المسلمين لدرجة انكم حاولتم ان تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله فوسطتم السيد الحكيم ليكتب الى جمال عبد الناصر رسالة انا نفسي انا خاطبت السيد بنفسي لماذا ما هي القصة نحن نحن رفقاء طريق مع الاخوان المسلمين في حزب الدعوة والاخوان المسلمين سبقونا في الدعوة انتم في حزب الدعوة نحن نحن نحتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الاخوان المسلمين استفدتم من انظمتهم من تنظيمهم بلا شك اسبق من عندنا هما اسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاولون معكم كنا نلتقي كنا نلتقي يعني قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجي عندي الى غرفتي في مدرسة القوام رئيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان ونحن ايضا نلتقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم انا والسيد ارتقينا بهم واخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان اغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت لسيد الحكيم سيد اقدر اقول لك يعني ليلة ليلة اذاعة البيان في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليلة وين كنتوا ذاك الوقت كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه انا اذكر ان سيد مرتضى العسكري ايه لي قال لي قال لي سيد طالب انا البارحة ما نمت بعد ان سمعت هذا هذا الحكم لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر ايه فبقينا شن سوي ما عدنا شن سوي ما عدنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا جاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا وقبل ذلك كان لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم مكانته اي قلت له شن اللي قررت انا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرر قال تقرر ان السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءة ايهما يحصل فتح قلت له ايه انا شن بالموضوع قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا انت ابنك وتروح واجه قال انا ما اقدر انا ما اقدر اواجه والدي انت اجرؤنا ولك مكان عندي السيد يستمع اليك انا اذا رح له ما اقدر رحت انت ها رحت فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة او فسح لي المجال اتقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا انت ابو الامة الاسلامية وهذا شخص من رموز الاسلام وانت يعني تتحمل مسؤولية اذا ان لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار اسلامي كبير يعد بالملايين قلت له قال لي ماذا افعل قلت برقية ترسل قال هاي انت ترى هكذا قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا ما كانتك ترى هكذا قال زين اركبنا بالسيارة لما اركبنا بالسيارة كان سيد من العلماء ايضا الرحمة الله على اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد هو جالس عن يمين والسيد بالوسط بالسيارة فسمى حديث معافة اتجه الي بكلمة يعني شديدة سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخامر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي يعني موجود سيد قطب ذاكرة يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخامر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل انتم منتهون يعني ما عادي من الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباحة يعني خمر كان داخل تحت الاباحة لم يصدر فيه تحريم انا ذاك انا ذاك فانا اسقط ما في يدي شا سوي السيد راح يمتنع دا سماعه في هاي القصة قلت لها قلت لها سيدنا انت متأكد يعني هنا عملت خباثة ايه قلت لها سيدنا انت متأكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب مو قطب اثنين وكلهم اسلامي قال ها ما ادري قلت لها انا ادري انه محمد وليش سيد اي كذبة بيضاء فزكت فكتب برقية السيد فالسيد قال لي بعث انا انتهى دوري اخبرت سيد مهدي قلت لانا السيد هيأتي لان يبعث البرقية فانت اتصل به ايه فراح لسيد مهدي قال لروح لسيد محمد تقي الحكيم خل يكتب البرقية وانا اوقحها سيد محمد تقي الحكيم اديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده واستاذنا هو استاذي واستاذ سيد مهدي واستاذنا يعني نعم ربان تربية يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف اقول له ما تخاف علي اروح منها منها قال لا الان ما ينخاف عليك فكتب الرسالة وبعثة العبد الناصر فكتب فراح سيد مهدي بعمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية واخذها سيد مهدي ابرق انا دوري تهيئة السيد هو دوره تهيئة السيد يعني ان يضحك على المرجع والمرجع اثول ليس عارفا بزمانه وابناء زمانه لا هو اللي يعرف هذا جاي يضحك عليه ولا ذاك مستشارة ثاني محمد جمال الهاشمي يفتهيه وما يدرون محمد قطب اللي يقول امير المؤمنين يشرب الخمر او سيد قطب هذا هو المرجع الاعلم وهذه الحكاية كانت معروفة عن سيد قطب فدور طالب الرفاعي يهيئ السيد يعني يضحك عليه تدرون من اللي وراء البرنامج وراء هذا الموضوع سيد طالب الرفاعي في كتابه امالي السيد طالب الرفاعي بقلم رشيد الخيون ام لاها على رشيد الخيون الكاتب الماركسي العراقي رشيد الخيون كاتب عراقي بذوق ماركسي كما نعرفه هذه الطبعة الثالثة 2013 ميلادي دار مدارك للنشر صفحة 115 من هم الاشخاص الذين كانوا يخططون للضحك على محسن الحكيم من خلال طالب الرفاعي هو ذكر اسماءهم في هذه الصفحة انا انا والسيد محمد باقر الصدر والسيد مهد الحكيم والسيد مرتضى العسكري هؤلاء هم الذين خططوا لهذا البرنامج هذا كلام طالب الرفاعي صفحة 115 من كتابه امالي السيد طالب الرفاعي يتحدث في نفس الموضوع فيذكر الاسماء يقول انا والسيد محمد باقر الصدر والسيد مهد الحكيم والسيد مرتضى العسكري وصار الاتفاق ان طالب الرفاعي يذهب الى السيد الحكيم ويحاول استحصاله برقية الى عبد الناصر فذهب وكذب على المرجع ادري هذا هو نائب صاحب الزمان لو نائب هيم واللبن شون تكذبون علي هذا محسن الحكيم نائب صاحب الزمان لو نائب هيم واللبن ما هي مهزلة يا أيها الشيعة الحمير اتحدث عن الحمير البشر الحمير الحيوانات روثها اشرف من عقول الحمير البشر واشرف من ديني الحمير البشر هذا محمد جمال الهاشمي تدرون منه هذا هذا محمد جمال الهاشمي عنده قصائد في ذمي ولعني محسن الحكيم من شعراء القريط محمد جمال الدين الهاشمي هذا ابن المرجع الذي ذكرت قبل قليل جمال الدين القلب جمال الدين الهاشمي القلب أيقاني هذا لما تصدى محسن الحكيم بواسطة عصابة حديد عبايا ومانين وكرماشة واستولى على المرجعية وطرد جمال الدين الهاشمي القلب أيقاني جمال الدين ابو هذا ابو محمد جمال الدين الهاشمي ومحمد جمال الدين الهاشمي شاعر معروف في النجف فنظم القصائد في ذم ولعني محسن الحكيم ولكن بعد ذلك وجد أن الشاه يؤيد مرجعية محسن الحكيم فانضوى تحت المرجعية وصار من حاشية محسن الحكيم وصار مستشارا له يرافقه في حركته هذا محمد جمال الهاشمي لكنه يبطن في داخله من أن هذا هو الذي اختصب المرجعية بحسب البرنامج التقليدي الشرعي فإن أبو الحسن الأصفهاني أشار إلى أن المرجع من بعده هو جمال الدين الهاشمي القلبيقاني أبو هذا اللي جالس وهي محسن الحكيم في السيارة والذي اعترض على طالب الرفاعي طالب الرفاعي ضحك عليه وضحك على المرجع على نائب صاحب الزمان محسن الحكيم ما كان يعرف شيئا عن سيد قط بينما أبناؤه قطبيون هم الذين أسسوا حزب الدعوة مهد الحكيم وباقر الحكيم من مؤسسي حزب الدعوة وهؤلاء قطبيون للنخاع ثقافتهم قطبية قذرة وسخة اسمعتوش يقول نحن ذي تليالة ما نمنا للصبح يتحدث عن نفسه وعن البقية وجاء بمرتضى العسكر مثالا من أنهم ما ناموا للصبح من سمعوا صدور الحكم بإعدام سيد قط ألا لعنة الله على سيد قط ناصبي قذر إلى أبعد الحدود هذا هو واقع المرجعية حينما قلت لكم مراجع الشيعة كذابون إما هم عالمون بكذبهم وإما يصدقون الكذابين ويأخذون بأكاذيب الكذابين ولذا حسن الكشميري الخطيب المعروف وهو أخ مرتضى الكشميري صهر السيستاني ووكيله وأميره على الشيعة في العالم الغربي في كتابه جولة في دهاليز مظلمة حسن الكشميري صفحة ثلاثمية وثلاثة وتسعين يقول لما أعدم سيد قطب وكان قبل ذلك محسن الحكيم أرسل رسالة برقية وربما أرسل رسالة وبرقية ليس مهما هذا حسن الكشميري يقول كنت موجودا في بيت الحكيم لقد كنا في بيت السيد الحكيم قدس الله روحه صفحة ثلاثمية واثنين وتسعين وكنت في حضرة السيد وكان من الحضار كبير الخطباء آنذاك السيد حسن شبر أعتقد أن سيد حسن الكشميري قد أخطأ في ذكر هذا الاسم في ذلك الوقت ليس هناك من خطيب معروف على أنه هو كبير الخطباء حسن شبر بحدود معلوماتي أتصور أنه يقصد إجوات شبر سيد إجوات شبر وهناك ورد خبر إعدام السيد قطب ثم تحدث عن ما قام به محسن الحكيم من إرسال رسالة إلى عبد الناصر إلى أن قال فقد لاحظنا مدى انزعاج السيد الحكيم لخبر إعدامه هكذا يؤسسون دينهم محسن الحكيم لا يعرف من هو سيد قطب ولذا مستشاره كان جاهلا أيضا محمد جمال الدين الهاشمي في قضية كان من الواجب على محسن الحكيم أن يعرفها لو سأله سائل ماذا تقول بتفسير في ظلال القرآن هل نقرأه أو لا ما هذا الضلال موجود في هذا التفسير في هذا التفسير يقول عن أمير المؤمنين من أنه كان يصلي وكان سكرانا في صلاته هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يقول من أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان يصلي وهو سكران هذا في تفسيري سيد قط مراجح ثولان كل شيء ميدرون إجا هذا ضحك عنية وقال لهذا شخصية إسلامية مهمة فلذلك حسن الكشميري يقول لذا فقد لاحظنا مدى انزعاج السيد الحكيم لخبر إعدامه وقال فيه إنني لا أشك أن هذا الرجل كان داعية إلى الله وداعية للإسلام من أين جاء عدم شكك يا محسن الحكيم وأنت جاهل بالرجل وما يقول من أين جاء ما هكذا مراجع الشيعة يعتمدون على القال والقيل وهذه حقيقة هذه حقيقة ودقيقة جدا يبنون آراءهم ومواقفهم على القال والقيل وبعد ذلك يخرج المعممون من وكلائهم ومن الذين يبلغون عنهم يقولون من أن المرجعية هي الأعرف بصلاح الأمة من جو هي الأعرف بصلاح الأمة ما هذا محسن الحكيم وماذا كانت تقول الشيعة عنه وعن كراماته وعن ارتباطه بصاحب الزمان وعن معجزاته وعن حالاته الغيبية هكذا كانوا يضحكون علينا أجدادنا وآباؤنا بكرامات محسن الحكيم التي لا وجود لها مضحكة هذا الرجل يضحكون عليه أولاده ولده مهد الحكيم يرسل طالب الرفاعي وطالب الرفاعي بيّن السبب لماذا لم يذهب مهد الحكيم إلى أبيه وهو الذي يضحك على أبيه هناك صراع داخل بيت محسن الحكيم محمد رضا الحكيم يمثل البعثيين يمثل القوميين وله مراسلات مع ميشيل عفلق سيأتي الكلام عن هذا هذه المراسلات وقعت بيد عبد الكريم قاسم وقد أراها للوائلي والوائلي هو الذي نقل هذا الكلام ولعلي الهاشمي الوائلي هو الذي رأى بعينه المراسلات التي كانت بين محمد رضا الحكيم وبين ميشيل عفلق ميشيل عفلق كان في سوريا كان خارج العراق في سوريا أو غير سوريا فكانت هناك مراسلات بين محمد رضا الحكيم الذي كانت عنده العصابة التي أسست مرجعية محسن الحكيم سأقرأ عليكم من الكتب من الكتب الشيعية من ألسنة الخطباء والعلماء الشيعة لن أحدثكم لن أحدثكم عن الوهابيين ولن أحدثكم عن البعثيين والعملاء ولن أحدثكم عن خالتي وجدتي ولن أحدثكم من عندي نفسي سأضع الحقائق بين أيديكم من أبناء النجر من أبناء الحوزة من أبناء المرجعية من الشخصيات المعروفة سأنقل كل هذه المعلومات عنهم وأضعها بين أيديكم فكان هناك صراع بين الجناح البعثي والجناح القومي والجناح الديني القطبي الذي يمثله مهد الحكيم وباقر الحكيم فمهد الحكيم ما أراد أن يتحدث مع أبيه بخصوص سيد قط لألا يتدخل محمد رضاء الحكيم عندما يعلم أن مهد الحكيم قد تحدث مع أبيه هم يتجسسوا بعضهم على البعض الآخر رجاء اعرضوا لنا فيديو آخر يتحدث فيه طالب الرفاعي عن كذبته البيضاء هذه ويبررها سمحت سيد في غضية الكذب البيضاء كما سميتها هل كانت من أجل المصلحة العامة يا سيد أكو مجالات يجوز فيها الكذب لأصغر من هذه المصلحة الواحد يقول إذا مثلا يكذب على مرته يقولها راح أجيب كذا وكذا وكذا لأجي يسكت الأولاد ويسكته يقولون هاي كذبها بيضاء فأنا مصلحة مصلحة إسلامية وإنقاذ نفس محترمة عالمية يعني ومكذبت لأهمية هذه الشخصية شككت بالموضوع أنا يعني خلت السيد شككت وخلت السيد يعني يقتنع بتشقيقي وقلت له هو قطب ولا محمد قال ما أدري فقلت له أنا أدري هو محمد مو قطب سماحة سيد هل هذا ما أخذ على المرجعية بأنها لا تعلم بما يجري سيد المرجعية موش أنا هذا يعني عنده عنده التدريس والاتجاه إلى موضوع اختصاص يعني ما عنده وقت يعني يفكر في الخارج خارج الاختصاص وخارج مهامة الداخلية في النجف وغيرها يعني المرجع لا يقرأ جريدة لا يسمع راديو لا ينظر تلفزيون كله باقي على أنا أخبرها أنت أخبرها أولادا يخبروه السامعين من خارج يخبروه ما عنده اتصال مباشر بالأحداث العالمية يعني كثير من التحركات أو تحركات المرجعية مبنية على كلام الوكلاء لا يعني على كلام الوكلاء بعض على كلام الأبناء بعض على كلام المريدين بعض على كلام المحبين وهكذا يعني الأكثر مبني على كلام الثقات أكثر من التواصل المباشر مع الأحداث العالمية أنا بيّنت لك مجملا أن المرجع لا يقرأ جريدة لا يقرأ مجلة لا يقرأ كتاب خارج الاختصاص لا يسمع راديو لا يرى تلفزيون هاي هاي الأحداث هاي وسائط الأحداث كلما هو بعيد عنه لعن لماذا يضحكون عن الناس تقولون المرجع يعرف كل شي ويدرب كل شي إذا هو هداب لا فيهم لا علم وكل الأمور اللي يعرفها تجي من خلال القيل والقال وهذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة الآن من نجف مجموعة شياب عدموء الثقافة عدموء الكفاءة ما يدرون براس الدربون ما لبيتهم شي صير وتعالف رضهم علي ذولة نواب صاحب الزمان وهم يعرفون مصلحة الأمة ذول السفهاء أصلاً ما يعرفون مصلحتهم ذول يحتاجون واحد يسيرهم أو فعلاً أبناءهم يسيروهم أصهارهم يسيروهم لو لم يكونوا سفهاء لماذا كل أمورهم بيد أبنائهم وأصهارهم هؤلاء السفهاء أنا لا أتحدث عن سفاهة بقال مثلاً أنا أتحدث عن سفاهة مرجع سفاهة المرجع تختلف عن سفاهة البقال المرجع أول شرط فيه الفقاهة في شروط كفاءته فقيه فقيه يعني أنه يحقق الأمور بنفسه وهو الذي يدير الآخرين لا أن الآخرين يديرون أبناؤه لا علم عندهم لا فهم عندهم وإنما يكتسبون التجربة من خلال مرجعية آبائهم وبعد ذلك يديرون أمور آبائهم فيصبح المرجع كائناً سفيهاً بيد أولاده وأصهاره هذه هي الحقيقة من الآخر لا يخلطون عليكم المعاني مثلما عدالة المرجع تختلف عن عدالة البقال سفاهة المرجع تختلف عن سفاهة البقال فهذا فهذا الحال الذي يتحدث عنه طالب الرفاعي والرجل صادق فيما يقول من أن المراجع لا علم لهم ولا الطلاع عندهم بخصوص ما يدور في هذا العالم ولا يملكون ثقافة غير هذه الثقافة الناصبية الحوزوية الطوسية البترية المتخلفة هؤلاء يعيشون في عصر الكهوف كائنات متخلفة كائنات متحجرة يريدون مننا أن نعتقد أن صاحب الزمان جعلهم نوابا عنه وهم يعرفون مصالحنا أكثر منا كيف يعرفون مصالحنا أكثر منا وصبية يديرونهم صبية من أبنائهم سفهاء يديرون آباءهم وكلاء سفلة سرسرية وبيهم فرخشية هم الذين يديرون المراجع ما هو هذا الواقع الذي نعرفه عن المراجع الماضين وعن المراجع الحاضرين وعن المراجع الذين سيأتون هذا هو الواقع بين أيديكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر